رياح شرقية نشطة يوم الاثنين وأحوال جوية غير مستقرة في بعض المناطق يوم الثلاثة والتفاصيل بعد هذا الفاصل مساء الخير يتوقع بمشيئة الله أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في عموم المناطق يوم الاثنين لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت العام ويكون التقس باردا نسبيا صباحا ويتحول ساعات الظهيرة والعصر ليصبح خريفيا لطيف الحرارة ومغبرا بعض الشيء مع ظهور كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة أحيانا مثيرة للأتربة والغبار وبخاصة في المناطق والطرق الصحراوية أما خلال ساعات الليل فيكون التقس باردا نسبيا في أغلب المناطق والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتزيد من الشعور بالبرودة ويحتمل أن تنشأ أحوال جوية غير مستقرة يوم الثلاثاء بحيث تتهيأ الفرصة لهطو زخات محلية من الأمطار في مناطق محدودة بمشيئة الله إذا أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب دمتم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري